احباي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موسم جديد ايضا لفقرات برنامج من الرب الى القلب في كل حلقة نستقبل رسالة جديدة بحسب تعليم الكتاب المقدس في حلقة هذه الفرصة معايا قراءة كتابية من رسالة هامة من رسالة القديس بولوس الى تلميزه تيموساوس الاصح السادس هنقرى ثلاث اعداد ثلاثة واربعة وخمسة في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافطراء والزنون الردية ومنازعات اناس فاسد الزهن وعادم الحق يظنون ان التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء حباي ما اخطر هذه الكلمات وخطورتها تظهر في وضوحها وفي اقناعها للذي يقرأ والذي يسمع معلمنا الرسول بوليس يحذر تلميزه تموساوس من ان هناك من يأتي بتعليما اخر وما الذي جعل هذا التعليم يوصف بانه تعليم اخر قال لانه لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى اذا هناك تعليم يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة وهناك تعليما اخر لا يوافق اذا هذه الحلقة اود ان اتعرف معكم ما هو مقياس التعليم الذي بناء عليه نقبله او بالعكس نرفضه هل هناك مصطرة قياس لأي تعليم نسمعه ونتعلمه الاجابة نعم مصطرة القياس هنا خلي بالك من تعبير يقولك ان التعليم الذي هو حسب التقوى كلمة حسب ديت هي مصطرة القياس هي مزورة القياس هي حبل القياس الذي نقيس به اي تعليم وما هي التقوى ما هو تعريف التقوى المخافة اي ان اي تعليم اسمعه لابد ان يزيد بداخلي منسوب التقوى مقدار المخافة والمهابة لله هذا التعليم الذي يقودني الى الامتلاء من مزيد حياة التقوى هو تعليما صحيح هو بحسب التقوى لابد ان اقبله ليه لانه بيقدم حياة الروحية ويطلحها قدام بينقي من حياتي كل زغل وكل شوائب ويجعل منسوب المخافة لله بيزيد ويعلى في حياتي لكن خلي بالك حبيبي بيقول التعليم الاخر مش لا يوافق كلام ربنا يسوع المسيح لا حبيب اوي دائما وانا اقرأ اقف عند التعبيرات بدقة واتأمل في دقة اختيار الالفاظ لا يوافق كلمات القصة مش كلام لا كلمات في فرق كبير اوي بين اني اسمع كلام وما افشي عند بعض الكلمات جوه الكلام هنا الرسول بولوس يدقق ان اي تعليم بداخله كلام لكن بداخل الكلام هناك كلمات يعني جمل صغيرة الفاظ صغيرة لكن تحمل معاني كبيرة لا يوافق كلمات شفت دقة القياس شفت قد ايه مسترة القياس بتقف عند اشارات صحيحة جدا تفرز لك وتبين وتظهر صحة التعليم من عدمه ما الذي يجعل التعليم مقبول اسمعني من فضلك ليست صحة العقيدة لا ولا صحة الانتماء الى كيان كناسي معترف به كل دوت لا نقلل من شأنه لكن نعظمه ونشكر الرب لك لمجتمعات عقائدية كناسية بتقود النفوس الى معرفة المسيح لكن التعليم اسمعني مقياسه ليس العقيدة وصحة العقيدة وطول مدة العقيدة حتى ان كانت العقيدة صحيحة لكن مسترة القياس بعيد عليك تاني الآية ان كان احد يعلم تعليما اخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة يوافق كلمات كلي بقى لك مش يسوع المسيح ربنا يبقى الكلمات التي تقودني الى ربوبية المسيح هي كلمات صحيحة والكلمات التي تقودني الى معرفة المسيح المتجسد في صورة الانسان لان اسمه يسوع ده الاسم الانساني له لانه يخل الشعب من خطئ يهم هذا التعليم صحيح فهذا التعليم الذي يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب الطقوة دي مسترة القياس لكن اللي ما يقسي بالمسترة دي بيقس بمساطر تانية او بيقس بمدارس تانية كالتصلف يعني تصلف تجبر وصنع لنفسه سلطانا وتسيد وهو لا يفهم شيئا هو متعلل بمباحثات وممحكات الكلام شوف دقة التعبير مباحثات وممحكات الكلام يعني فيه كلام نوع نتباحث به ونتماحك به دون ان نخرج بأي نتيجة هذا تعليم لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيحة الصحيحة التي بينها التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والزنون الردية شوفت النتائج بتقول ايه اي تعليم اخر ليس حسب هذا القياس ينتج عنه حسد وخصام وافتراء وزنون الردية مش كده وبس ومنازعات اناس فاسد الزهن يمكن يكون هناك تعليم لكن ليس بحسب التقوى ينتج اناس فاسد الزهن وعادم الحق نعرف منين بقى الصفات دي يظنون ان التقوى تجارة معقول تصل بنا الامور الى ان التقوى تصبح تجارة نتاجر بها لنتربح من ورائها ونكسب من خلالها وكأن الدين والتدين والتعليم الكنسية صارت تجارة بها نباري بعض وننافس بعض ونتصارع مع بعض لانه تعليم ليس حسب التقوى فينتج مجتمعات كناسية لكن جواها اناس فاسد الزهن وعادم الحق الحق معدوم يا تعبيرات فظيعة جدا لكنه بتجسد الواقع الحقيقي لنا وانت وكلنا عايشين فيه نعمل ايه بقى؟ التجنب مثل هؤلاء حبائي ان هذه الحلقة تذهب بنا الى مراجعة التعليم اي تعليم لابد نراجعه زي ما وصانا كده العهد الجديد ان امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن دع كل شيء تحت مجهر وكشاف كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة كان اللي بقى لك ما تنساش الجملة الجميلة دي كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة يعني المستقيمة ما تكسرش فيها ما تلوهاش بأيديك ما تحاولش تعوج فيها عشان تطلع معتقد معين تثبت صحته لكن اجعل تعليمك بحسب كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى لكن ما اللي يتبع هذا المقياس ما اللي يسير ويقبل قياس تعليمه تحت هذا المقياس الرسول بولوس معلمنا العظيم يقول تجنب مثل هؤلاء اننا في عصر ازدادت فيه مدارس التعليم وانا اشكر الرب لك لقصرة المدارس وقصرة المدرسين اللاهوتين الذين ينشرون التعليم هنا وهناك لكن على كل مستمع وعلى كل متعلم ان يستلم هذا التعليم ويراجعه بحسب كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة عشان كده معلمنا الرسول بطرس الآية جميلة جدا ان كان احد يتكلم كاقوال الله يبقى اذا هنا حط محددات ان كان احد يتكلم دع كلماتك كاقوال الله وان كان احد يعز او يخدم كما من قوة يمنحها الله حلقة هذه الرسالة تذهب بي وبكل من يراني او يسمعني الى مراجعة كل ما اتعلمه وكم نشكر الرب لك لانتشار المدارس التعليمية اللاهوتية الكثيرة جدا شيء مسر ومفرح لانه بيدل على باحسين ودارسين ومنقبين بداخل كنوز الكلمة بيطلعون منها جواهر لكن مهمة اوي ان كل ما نسمع لابد ان يتوافق مع كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى ليعطي لنا الرب نعمة الافراز والتمييز ليه لاننا في وقت ازدادت فيه المصادر وقصرت فيه المدارس وعلينا ان نمتحن كل شيء تحت هذا المقياس العظيم الى الشريعة والى الشهادة وان لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فجر وقال الحكيم سراج لرجل كلامك ونور لسبيل يضيء الرب علينا بهذه النعمة وينعم علينا بنعمة التمييز ومراجعة كل من نسمع بحسب كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى لالهنا كل المجد والسلطان في الكنيسة من الان وإلى ابات كل الظهور امين والرب المعقو